لن ينسان الله سيؤتين من الغيب حلا فينسين ما قاسينا لن ينسان الله لن ينسان الله وسيغنين به عن سواه فلنطلب الله لن ينسان الله سلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديونا هاليوم يقومون كامل هنيين ومتحنيين فيديو اليوم من شخشخ وش من شخاشخ وش من قاعده اليوم جيدين نظيف جيدين الحباب يطلعون نظنا بكريب لنقبل بالغداء الغداء قررنا ان نديرو شخشوخة ما يمتد شاهد الشخشوخة هيا قدرت هالها اليوم هي بصراحة هي لي نطت شمخة لي سميد درت سميد مع لباليش وش درت فيه بالضبط المهم انا لقيت العجين يعني بلاته بارك المشي قال عجناته كملت عجنته يعني هي درته يابس هنا يراني ندير في الماء ونعجن فيه نفس الوقت ونشوف سميد باللي راه يلسق ما فهمتش على وهي يلسق انا في باليب اللي ديشارة هي درت له الملح وش مختولي غير نكمل نعجنه هذا مكان وتاليها ما درت فيه احتق وطرعت على الملح وانا نعجنه هي تلسق العجينة وانا نعجنه هي تلسق العجينة مالاخر قلت لي ما قلت لي بلاني ما درت لهاش الملح ايو تدرت لها شوية ملح ودخلته في العجينة والمرقة كانت رابطت لي البصلة والثوم درت الزيت درت السمن درت الحم وهنا يجد تنين لها ليزي بيس ليزي بيس درت الملح والفلفل الكحل وراس الحانوت والكوركم زيت لها طماطم زعلبات الطماطم والصبارة خصصا لها غير الفلفل العكرية نحن نطيب الفلفل العكرية يصبح الحار يمدلنا بنا والهريسة تماما محرة بزاف اسم الهريسة اللي عندها اللي خدمتها في الدار لو كان نديرها على بلب اللي اللي لا يقدروا شي يأكلوا المرقة سينو هي دوها الحرور ومرقت هنا الأصوص البنات طيبنا قبل الحمص والحم ومن بعدها كانت كملتها ماما يعني عاودت استلمتها ماما زادت معها بطاطا زادت معها الكابوية وهنا هي العجينة بعد ما عجنته مليح كما اقول لكم كنت عاودت زيت دخلت فيه الملح مليح يعني دخلت الملح في العجينة وذركها رح نلوزها كما نقولوا احنا هي لوزت كريات كبار كما ندير بهم المسمن نديروا سمنيات نحطوهم في قهوة العشية والباقي درتهم لوزات صغر كما ندير بهم الشخشوخة يعني لوزات كيكونوا صغر الشخشوخة التعكي رح تجير قيقه وميجوش فيها الحواشي وقدما كبرتي في اللوزات قدم الشخشوخة التعكي رح تجيك خشينة لانه اذا حليتها وقعت تحلي فيها مثلا تكسليها بش تحطيها في الطاجين قدم كبرتيها بش تجير قيقه ستجيك كبير على الطاجين رح ما من جيها كانت تنظف الدار كم تعرفوا لازم صباح لوحد يهوي الدار يحل الثيق تتنفس الدنيا يخرجوا الفراشات يتهوا ويشمسوا وتنشف الدار ولا تفوت لها تلعيبه كما نقوله كم تعرفوا هذا التنشف الخفيف كل يوم وتسياقه يندر مرة او مرتين في اسمانه يعني لحسب الجوع لحسب الماء يعني ماشي كامل الناس عندهم الماء كما نقوله بالعامية من الفل للفل بعد ما ريحت العجيناتها سنبدأ نطيبها النار بطبيعة الحال تكون النار هادية كما نقوله الشمعة لازم تكون خفيفة ما تكون خفيفة خلاص بش ما نطور في الطيب وما تكونش قوية اللي تحكمتش الفطلة شخشوخاتها المهم اللولين دي ما يجو خرائط مساكن كي كنت مبتدئة وكنت تعلمت شخشوخة هذا اللولين نجام نديرهم هكا دائما يأتي بصغارهم مكمشين في حالة وما نقوله كرشا نديرهم مكمشين فوق اللازم انا راني مع الغداء ومنجي هالبنات رحوا مع القاطولي باش نحطهم على قهوة تلاشية رحمة هنا يرى هي توجد في عجين تصابلي ممتدئة 250 جرام مارغارين تصابلي ممتدئة يعني ليس تشروشوه جدته تصابلي ممتئة مهم تصابلي ممتدئة تصابلي ممتدئة تصابلي ممتدئة اكيد لا نفعلها و الزيت فنجلت على زيت وتلمها بالفارينة اضافتها خفيفة هشيشة اضافتها بالفم اضافتها حلوة اضافتها بالكاكاو هذه الوصفة التي كانت اضافتها ماما بك كانت اضافتها بصاب لم يتشبه المهم ان هنا احبت ان اضافتها اضافتها حلوة اضافتها 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 كما تشاهدون هنا كنت تكمل طيبة الشخشوخة هذه الخطوة لابد منها لانه لا يجب ان اضافتها و كما اضافتها سوف نضيف سمنية لقهوات على الشياء احبت ان اضافتها مع الحليب و انا منع شاق سمنية مع الحليب و كانت الكثير من لا يريد ما اعني ان شان الا الوحدة اللي من احبش حاجة حلوة بزاف مع الحليب كي الناس اعكام مع قهوات على العشية ولا تعصباح و الحليب يبغيو الحاجة اللي تكون شوية كيمه سمن و لاسفن و مريم هنا يتوجد في الكيكات اللي كانت حطتها المرة اللي فاتت وكان اللي دمانداوا مني الوصفة اللي هي وصفتنا فناف عادي جدا يعني فيها ثلث بيضات فيها تسع مغارف من كل حاجة يعني هذي الوصفة المعتمدة عندنا في العائلة نديروا بيها قداش من حاجة وسبحان الله كل وصفة يعني نديروها بطريقة معينة يجيذوا اقتحها شوية مغير على الأخرى يعني ما تبانش باللي راهي نفس الوصفة ولكن هي نفس الوصفة دارت الوصفة اللي قلت لكم عليها وزادت معها الكاكاو والكاكاو هذا ذوقه يهب يهب لتبانش يكون لتع الكاكاو يعني هذيك شوكولة السوداء اللي يكون ذوقها شوية قاسح قسمت بين الفانينة وبين الكاكاو هنا يكي تعدو مديرين الكاكاو صرتوك يكون ذوق تاعه قاطع ما يحتاج انك تديري لها فاني ومن جيها كان دهنت المول تاع الكاك دهنته بالمارغارين وزادت له الفانينة وفرغت الخاليط التاحا راكم تشوفوا الخاليط كيف جاي سائل الكاكا تاعكم اي نوع كاكا تديروها باش تجيكم خفيفة تجيكم هشيشة ما تكثروش الفانينة لبنات حتى وإن في الوصفة مكتوبة مثلا تسع مغارف مثلا هي ما فيهاش سع مغارف هي فيها 14 مغارف لوحي بشوية وشوفي القوام يعني شوفي القوام انتيا لازم يكون مايه ديفون تبعو هذيك الوصف بصح الفانينة دي ما تخنى تخنى الفانينة تشرب لنا بزفجي هذيك الكيكات تتعانى شوية ثقيلة كما نقول بالعالمية جيم كندلة اه فتت الشخشوخة هكا بش نكملوا القاطو نقدون نتغدى وان شاء الله وكما قلت لكم قلت لها خليلي شوية من لابات هذيك تاع السابلي راح نشكلها صبيعات كما راكم تلاحظو شكلتها بهذا الطريقة ونطيبها عادي يعني نطيبها عادي يعني عادي في نفس درجة حرارة الحلويات الكيك هنا راه طب كما راكم تشوفو جاي شهي المهم في الخطوة هذي تحب انتم تزيدو لها تزيدو لها طبقة هكاة معجون وات كوكو ولا مكسرات ولا كما بغيتو التومة وكيف كيف هنا يصاب لي تقريبا راه طب وشخشوخة دعنا راهي واجدة كما قلت لكم كان زيت معها ممال الكابوية والباطاطا الكابوية كانت ميكساتها بش ما تبانيش على جلت الولد ومليحة على كل حال تطلق ذوق هاي الفلاسوس كاين حتى اللي يزيدو لها زبيب كما الناس بسكرا يزيدو زبيب في الشخشوخة ما تستغربوش حتى نضغو انا قبل كنت نستغربها وقلت لكم بلي انا ما عنديش مع يعني ما ناكلش زبيب بالصح زبيب في اللاسوس عشخشوخة يعطيها وحد البنة خيالية خيالية على الصح وراء الغداء اروح تقبلت بوجي طروحي يعني قبل ما نكمل قبل ما نكملها كابوية يأتي بضيافنا نكونوا واجدين وهذه هي القندورة اللي راح نلبسها القندورة هذي البنات شريتها واجدة يعني ما خيطهش عند الخياطة ولا شريتها واجدة من عند الحنوت اللي حكيتكم عنها المرالي فاتر اللي جاي مقابل رود عبود جاي في البلد ونا رانا نكمله في لمسات الاخيرة انا ومريم مريم اللي هيها كانت رمدت هذك السابلي لسقاته بالمعجون ورمدته ثاني دهنته شي بمعجون ورمدته في اللوز هي فيلي وكملت له المعجون في النص حمصتها مع الكاكاو والسكر اللي عندها الشي كولت على الحليب تقدر تزيد معها تزيد معها تزيد معها ذوقها احسن واحسن وهذا هو الكيك بعد ما طابكي ما راكم تشوفو يجي ما شاء الله هالله راكم تشوفو في النتيجة دي جاوهية تقص فيه كيف شره وخفيف شوفو البنات يجي هاي الهاية للمرة الثانية تديرو ويشهيني ومناكلوش برب ان شاء الله ذو تعوده للمرة الثالثة ورحنا ناكل منه ان شاء الله كما قلت لكم هنا تبغيو يعني تديرو له على الوجه تديرو له معجون تديرو له شي كولا وما تديرو له واللي ما يحبو الكاكاو لا تستغربوش لانه كاي الناس ما تحبوش الكاكاو كما كاي الناس ما يبغوش انواع الكيكات اللي يكونوا بذوق الكاكاو يعني كيف كيف تقدروا تستغنوا على الكاكاو وجدت القاتو هكا في سحونة ونفس الشي بالنسبة اللي مسمى رح نديرو في نفس السحن اللي قدرت فيه القاتو كنت تحب نرافقه مع العسل بس خسارة ملقيتش عند ماما العسل كان نخلص لها والليت حطيتو بهذه الطريقة حكمت روليتو كما ربكم تشوفو وحطيتو هكا الحبة عند الحب ورحمة من جيها رحيتو توجد في لي بلاتو كانت توجد عصير طبيعي لا توجد عصير طبيعي ونظن نظن بالتشينة والسنارية بالجزر والبرتوقال اذا كان اضافات اخرى مع البليش لانه لم تكن حضرة كي كانت توجد فيه ما نعرف اذا درت معه قارس ولا مع البليش بس حذوق يهب اللي يهب اللي يهب اللي لسنا ندخلتكم حتى الضياف ضيافنا العزاز هم يعني حباب العيلة ما ينبدار ليس يقل للناس اللي برا يعلينا ما او لا لي اصلا هم يوجهوا لكم فتحية من هذا الفيديو اللي بطاقرات بعائها ايمان بسمة ما اح اللي بطاقرات اللي بطاقرات حترت معي�� حترة لم تطرى ربي يحفظها ويعطيها الثلاث العمر ثاني كانت طلعت معي اختراف اللايف وكانت حكيت معاكم وهنا ايها والامور الصغير قال لي انا ما نسنكم تعطيوني ما نسنكم تسربيوا لي ما والو راح نسربي الروحي هذا هذا اللي يقولك يجيب خبسته بيده هذا جاب خبسته بيده ما راح يسنني لا لما تعطيه الوالو لا يديك لا يجيبك ربي يحفظه ان شاء الله ربي يحميه وربي يفرح مما يمتو به ان شاء الله وعقبال كل واحدة من ثمانية ذرية الصالحة ان شاء الله ربي يفرح قلبها ويعمر حجرها ان شاء الله بالبانين والبانات المهم هنا ماما تقول لي حطي وشاكي تسناي هيا سربي وشاكي تسناي وانا نقول لها بدناها ما زال هذا وين دخلوا هذا وين دخلوا لازم يقعدوا مليح باش نسربي لهم سربي لهم بكري بشي روحوا بكري ابدا ما تصرعش قدرت فيهم رعي اليوم و بالفعل قاعدة مع الحباب دي ما تفوت ليها ليه ما تحسي لها ما تفكريها ما تشفي عليها و ربي يجعل ديارنا دي مام عمرها بالحباب مالين النية وصحها بالقلوب البيضة ان شاء الله يا ربي العزيز و بعدما راحوا ضياف نحن يجب ان نخملوا مكان جديد يتربوزي نحن ماما ممنوع جديد يتقصره ومنا و هذي كل الدنيا محطوطة تقول لك روح يكمل لفرزيزها و تقولوا يقصروا و لا يريدوا حتى تطلعوا النهار وانتشرنا كل واحدة وشارحت الديار انا كل احطيتها من الخطنة الخامسة نحن عدنا الخطنة الخامسة حررت الحراير حتى هي حطيت لها الممعن سلكت الحاصلين و سلكت المحين قلت لها يلا سلكيني ونحيي لي يلغبينا و نروح الهربة و سلكنا نروح نقولوا نخليهم يكملوا شغلهم فرات و لو وش قلتوا البنات وهنا ينكون وصلنا نهاية فيديونا هاليوم ان شاء الله يكوناش بكم ما بقى لغنقلكم تهلوا في اروحكم و تهلوا في جملتكم و تهلوا في احبابكم لخطر حاجة ما الدوم و دايما ربي سبحانه ما بقى لغنقلكم نتلاقوا في فيديوهات جديدة ان شاء الله في امان الله